من رسائل المشاهدين لهالأسبوع اللي عم توصلنا من خلال صباحة البرنامج جعلة الفيسبوك من بيروت لينا الدبسي بنبدأ مع اسم مستعار يسمى يسمى حليا على اسمى ايه كل يسمى من احلى الاسمى يسمى بتكري انا سميديك يسمى اوكي لان انا اغيرتلك اسمك الاسم اللي حاملتيا اول شي نحاس ايه وقتلك انا هو هذا الشخص كتير منيح ما رح اقول اسمه بس انت اكيد عم تسمعيني هذا الشخص كتير منيح وانت رح تعيشي كمان بفرنسا حبيبتي فحضر حالك نفسيا مش تحضر الشنطة انه فيه ناس اذا بحضروا الشنطة بتطول الصفرة بتطول اللي تجي الصفرة اوكي او بتطول اللي اللي تعبيها فتحضرها نفسيا انه انت رح تتزوج هذا الشخص ورح تنتقلي على بيريز ان شاء الله ايمان بن حميدة عن الصحة والحمل والبيت هل في طلاق من زوجة محمد بن مكية ما بتكمله سوى اكيد ما بتكمله سوى اذا انت حمله هيدا الاسم بس كيف هم تسأل عن الحمل وعم تسأل اذا فيه طلاق كيف تكبه معه ايه هلا لان هي منى حامل مرح عندها قرينة وعندها قرين والقرين تاعة بطلقها من زوجها لانو العلاقة منى من يحيي وزوجها عم تشوف اذا عندها حمل هلا برك بتربطه بولد والولد ما بيربط الزلمة ابدا واتنين هي هلا هي يعني مش حاصلة عليهم نينيتهم فالحمل المأخر والعلم عند الله انا ما فيه يحدد الحمل والله بيقولك انه ما فيه بالمرة لا لانو فيه مشكلة باسمك حبيبتي اوكي وطلاق ما بتكمله مع زوجيك ممكن جيبلك امرأة اخرى او كل واحد بما يلي العيش بس انت ما بتعيشي مع زوجيك بس بسبب اسمك بصير فيه طلاق من محمد محمد على امام ما بيكملوا مع بعضهم اوكي ما بارف بتحكيني انه فيه اشيك يبدي ايها شي يعني شغلات كيف بده تقوم فيها لحتى تقدري على الحمل اول شي بقاش بصورة الصفات عاطيك بس شغلي حتى علي تستفيدي شوي تتقدري توقفي هذا الموضوع تتحسن الامور حتى قدر كمل لك انا اوكي فيك تتواصل مع جمانة على الرقم 009613879931 رحمة بنت مريم عن العمل والحياة الزوجية وابراهيم ولد مدينة اولاد الحسين الفاطمة محمد ابناء رحمة عن المستقبل والدراسة طيب انت اسمك على اسم امك تمام الحمد الله اسم زوجك كمان الحمد الله انت بتستكره بترتاحه الحمد الله له حق زوجك بده يرجع ما رقتله كلمة ابنك الحسن من احلى الاسماء يعني الحسن افضل من حسن اللي بيسمه حسن يطلع الحسن كما تسميه هادي الست اماء رحمة بعيش بين ارضين بتعلم كتير فاطمة تتزوج من ارضها بتطلع حنونة على ابوها بتحمل سير ابوها بتتزوج صغيره بتكفي دراستها ان شاء الله والحسن لا بيسافر وبيتغرب عنكم الحسن ولا الحسن الحسن يعني هو حرف الياه بيساعده اكتر حرف الياه لانه هواء كمان الصفر اكيد موجود عنده ان شاء الله بيكمل دراسته على بكير برا يمكن كذا صار عمره 17 او هيدا بيكمل دراسته برا يعني بيبالش يقدم على بكير مش بتل واحد مثلا سير عمره 20 يجا يروح يعمل الدكتوراه على الحسن ممكن يعمل دراسته بارده ويكمل برا ولكن هون الحسن وعمر صغير بينتقل لبرا محمد شما نقل له اخر واحد محمد شاطر بس عايتي له احمد يعني ما غيرنا الاسم بيكون لانه عنيد هو الحسن حنون عليك محمد ما بيحيكي لك الاسراريك وحتى بيطلع عنيد على بيه هو صاحب علم بيعمل بيعمل شي بالطب لانه محمد على اسم رحمة حرف الرا وعنده حرف الميمة اتنين بيعمل شي بالطب هون عنده حرف الحال وامه حرف الحال ما فيه فسر اسمك بيخطئ اكيد وقت فمشان هيك بيطلع حنون على امه نعم اماني بنت مريم زوجة محمد ابن اديبة اولادة اياد عبدالله وعبدالعزيز اولادة حلوية ما شاء الله اسمها اولادك ما بفي ولا واحد يتغير اياد ياد المساعدة اولادك كلهم صفر عبدالله بتزوج مرتين هذا المبين عنده عبدالعزيز بتزوج مرة واحدة بس بالنسبة الست اماني يارد بتغيري على الاسم امك مساعدك هو اللي خلاك تتزوجي بس دايما فيه شك عندك حول زوجيك مع انه زوجك ما بقوب بايشي بس كارينك بخلي الشك عندك حتى دايما تعملي مشكل انتوية فمشان هيك طلعي على منا بكون افضل لاليك او مروى احسن لانه اماني في امرأة بتحب تشارك زوجك بس ما دروري زوج بس بتحب تتصلطين بتعمل حلق صاحبتك وهي بنفس الوقت تكون عدوبتك هشام ابن فاطمة على العمل 12 فبراير 89 واقف عملك يا هشام وصرق فترة طويلة انت منك مستقر ومنك مرتاح فتطلع على هاشم بيكون افضل لالك وهذا بساعدك انك تنتقل بين اردين بين ثلاث اراضي وبصير عندك يعني بين ثلاث اردين وبثلاث اراضي يعني بتتسافر عدة بلاد وبلادك عربية اكتر ما هي اشنبية ان شاء الله ياسين اسم مستعار ياسين اسم مستعار والله عارف يا ياسمين ياسمين سوري ياسمين ياسمين خليك على ياسمين ايه ياسمين احسن من اسمك التاني تاني فيه كتير نحاس فيه بحياتك العاطفية والزوجية ما بتكمل ولا مع زلم اللي بتتزوج عشرة فبتطلع علي خليك علي اسمين بتطلع صورة الصفات والرحمن من وقت لتاني حتى الاوضاع تمشي معاك حتى تم الاشيات تانية اللي عم تسال عنا هو الحب والزواج والاستقرار تمارة بنت خيتام وزوجة هشام ابن نوال بنته لوجين بنت تمارة مواليتنا عشين 11 و 21 بندوها لولو لمين بندوها لولو لطمارة؟ للوجين اكيد للوجين بندوها منيح الاسمين منيح ولولو اهم من لوجين وطمارة حلو كتير انت وزوجك بيحبك فما تسالي عنه قدم زوجك كتير خاصة اسم امه نوال ضعيف ما بيخليه يكون قوي بالحياة مع الستات يعني او عينه زي خمتين ما بقوله او هيدا فانت اسم امك ختام فانت رح هو انت الختام لإله فما تقلق عليه ما اضلك تفاكري بس عنديك بعد تكمل عائلكيك انت مش ولد واحد بس بعيدي ازهار بنت قداحة هل عنده سفار 1675 ابنه عنده حالة نفسية موليدة عشرين اربعة تسعين اسمه ريفان ابن ازهار ريفان اسم ابنه ما منيح اسم ابنك حبيبتي اسم حرف ريفان او ريفان لا صبي ما بيزبط حبيبتي عايتيلو ندي علي ندي حسن ندي مارك ندي اي اسم تاني ندي احمد بس ريفان و ريفان هو دولة بفتكر بتنادو بالفا ممكن كاد بيتها حرف الفا بس بينادوه بالفا ما بيصبط حبيبتي هو الحرف الفا او الفا هو اللي منقصله خرب له حياته وعمل له هيد الحالة النفسية صفر موجود انا عم تسعي فيه ضلك اسعي فيه ازه ما اسعي فيه بده يوقف بس ضلك اسعي ضلك اسألي ضلك شوفي كيف بأي طريقة بدك تسافري لانه نهاية المطاف انت عندك صفار بس مش هالسنة ممكن ع 2023 اكتر شكرا جمانا فالذان هيده بعض الاسماء اللي اختمناها لها الاسبوع شكرا للمتابعة